جاهز المكالمة كابتن أحمد صالح أهلا بك ونورنا كابتن هاي تحياتي جيك ودايما بكون تعيب وأنا موضوع معك أنا بكون أسعد وببارك لك قديته مباراة كبيرة أوي النهاردة وانتصار كبير على الأهل بنتيجة 3-2 والله الحمد لله احنا اشتغلنا بشكل كبير على مفاتيح لها بالنادل آلي والأعيبة الصراحة نحفزت أن واحدة لها بشكل كبير وانتصار مميز جداً جداً أنت جيت ثلاث أهداف في النادل آلي والأهل يحاول يعوض فأعتقد أنت عملت مجرد كبيرة نادل موحى نادل كبير وفارس كبير ولعبة مميزة جداً ولعبة وصلت نفسها وده اللي احنا اتكلمنا مع اللعبة وكسب عمسة نتكلم معهم أنا عايز أنزل أخد ثلاثة بنت وما بلعرش على البنت في فارس لأن أنا معايا فرقة كبيرة ومعايا إمكانية لعبة عالية جداً كويس جداً سأعتقد اللعبة نفسها العالية فأنا بشكر اللعبة المعرضة وبقول لهم ألف مبروك اللعرضة الأداء والنتيجة يعني أكيد خلال المباراة تصرب إليك الألأ في أكتر من مشهد بعد السلسية كلمني عن إزاي تعملت مع الدفاع الأهلي الهجومي وكل التغييرات اللي كانت هجومية بما فيها حتى اللاعبين اللي مراكزهم الدفاعية كانوا بلعبوا بشكل هجومي النهاردة لا وده طبيعي مع الناد الأهلي أو الناد الزمالك سريفين كبار أي فرقة كبيرة طبعاً بتاعب على الدوري فما بحيث أنه هو الأمور راحت من إيده أو الفريق القسم اللي بيلعبه عامل عليه جين كويس فأعتقد بينادر كل أوراقه اللي جميع محاولة منه أنه عايز يعوض وأعتقد أنه قدر يجيب هدف واثنين لكن ندي شموحها واللعب شموحها كانوا رجالة للآخر لحظة ويدرنا نكمل ونأخذ الثلاثة بونطة في النهاية وده أهم من أي شيء أنه تخلص بالثلاثة بونطة من فرقة كبيرة مروان حمدي ممكن تصف بهدفين بأنه كان بطلاً لكن بتلت انفرادات مهضرة بأنه كان ممكن بيرجع لأهل المباراة تقييمك لأداء مروان النهاردة كابتين أحمد لا أنا مروان حمدي من نجوم المباراة مروان عمل مباراة جيرة جداً 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 رغم أنه ضيع لكن يجب لك هدفين مهدفين جداً وهدفين مرعبين صح ثم مهارة وقوة وآداء فأعتقد أن مروان نظم مع دمائي لكتون عمل مباراة جيرة جداً كابتن صالح الصوت أعتقد بسبب الطريق يعني بعد العودة من الأستاذ فقدنا لكن هنرجع مرة تانية المكالمة مع الكابتن أحمد صالح المدرب العام لفريق سموحة اللي كسب النهاردة ومباراته المقبلة هتكون أمام الإسماعيلي يوم 13 كابتن صالح أهلاً بيك مرة تانية عريبي يا كابتن نهاني تحياتي ليك؟ بتقول أن مروان برضو كان نجم والعرف يلعب زميله وكان نجم من نجوم المباراة بالفعل مروان جاب هدفين وضايع أهداف وهدفين ملعبين كما هو السرعة ومهارة وعمل مجهود عالي جداً جداً فأنا بحي مروان وبحي كل اللعيبة كان نواحي دفاعية ونواحي يجمية حتى الناس اللي نزلت نزلت قادة الزور المخصوب منها فأنا بشكر كل اللعيبة لأن اللعيبة دي تعمل في التمرين بشكل كبير اشتغلنا على مفتاح لعب الناد الأهلي بشكل مميز واشتغلنا كمان على النواحي الهجمية ما احنا بنفتاحه وضحنا على الخورة أعتقد أن احنا عملناها بشكل كبير الأهلي وصل لمرمى الهاني سليمان في أكتر من لقطة ورجع بهدفين في المباراة تعامل الدفاعي النهاردة ازاي اشتغلتوا عليه في كل أسلحة الأهلي الهجومية اللي شاركت خلال التسعين دي يا كابتان أحبب احنا أفلنا الأطراف بشكل كويس واشتغلنا كمان نزلنا مساك أحمد عيد مساك ثالث درق في الحياة الكويرات اللي بتيجي من قلب الملعب اللي كان حمص كمان الفترة أخيرة لعب ربع ساعة وهم مش قادر على رجلول لأن كانت تغيرات فأعتقد أن احنا اللعيبة النهاردة في الملعب أبطال إن هم يشتغلوا وهم يعتبر نقصين على الأطراف فأعتقد أن احنا أفلنا الجيم بشكل كويس بالتغييرات نعم هي تغييرات بفعيلة لكن ده المطلوب أنه أرضا من الماتش إنه انت تأخذ التلاتة بونكة النهاية وده اللي نحطه في الملعبات قلت إيه اللعبتك بين الشوتين كابتان صالح وإنت متقدم اتنين والأهلي متوقع أنه هيضغط أكتر ما كان بيضغط الشوت الأول لأ تسللنا إن إحنا زماحنا أول ما بنستحفز بنشتغل على جمل معينة بنعملها اللعبة عملتها ومروان راح كمان بكرة لوحده كده بقوة وصرعة ومعارة عملها بشكل كبير جدا وهي جيب هدف علامة صراحة فأعتقد أن اللعبة كان فيه توفيق عالي جدا جدا معنا المعرضة فأنا بشكر الجهاز كله صراحة وبشكر كل حتى مدارب الحراس كابتان السلام عبد الكريم كابتان دكتور سيد قعدت دالهاني سليمان كان ليه دور النهاردة خططي في هجماتكم المرتدة طبعا هاني عليه عمل كبير جدا جدا في بعض الأوقات بتشتغل جملة من البداية من عندها هاني ويمكن ده بنشتغل عليها بشكل سريع شوية ما بنحتاجها في وقت من الأوقات بنحتاج أن نعب هجم المرتدة سريعة فهاني بيعملها أفضل لعبة في مصر بيعملها بوش توجده هاني في سرعة طيب ده الفوس ده جي بعد ساعتين ثلاثة من قرار اتحاد الكرة أن نتائج الدور الأول هي اللي هتحدد مين هيلعب في أفريقيا وبالتالي بقى واضح من قبل المباراة أن فيوتشر هو اللي هيشارك مع بيرامدس في الكم فيدرالية شفت إزاي القرار ده وهل كان ليه أي تأثير في كلامكم مع اللعيبة قبل الماتش؟ لا إحنا متوقعين من البداية خالص من البداية خالص متوقعين ومتكلمين اللعيبة أن نلعب بطرق عربية نستغل على البطار الأفريقية جات بطرق أفريقية جات ما جاتش لدينا أن نشتغل في الطرق العربية نصلى الله بإذن الله فإحنا اللي همنا أن ننهي في المربع الزهبي ده الطموح بتاعنا أن ناخد التالتة بونت اللي جايين ده اللي بنفكر فيه في نهاية الماتشات أو بعد الماتشات اللي ما تخلص هنبص على الجزء بإذن الله يعني عبد الكبير الوادي إيه موقفه أخباره إيه؟ تفاوض من أندية مختلفة سنة بقيله في الفرقة هل حددته مصيره؟ لا عبد الكبير موجود في الفرقة ما تشعره جات له خالص أعتقد عبد الكبير لعاب كبير ممكن يكون كي حد بيكلمه هو لكن ما فيش حاجة راسة جات للنادي وعبد الكبير من اللعيبة المهمة جدا جدا من أسبالنا لعاب محترف بمعنى الكلمة بيقدر دور بتاعه بشكل كبير بيقدر المصوم منه داخل الملعب وخارج الملعب لكن هو متواجد مع النادي بيست فيه عقدة في النادي مع النادي ها السنة اللي جاية بقى هو مشهري ها حمدي علاء لعب الزمالك المعارل سموحا بينشوفه بيلعب بانتظام وحتى أداء ثابت في نص ملعب لدرجة أن فريرة أعجب بيه وطلب عودته إزاي شايف ده؟ حمدي علاء من اللعاب المميزة جدا جدا ما كانش بيبدأ لحد إحنا ما جينا مزبوط اللعاب مهم جدا عندنا اللعاب من يوم ما جينا هو بيبدأ أساسي اللعاب خططي على أعلى مستوى اللعاب صغير اللعاب يجري كتير اللعاب عنده البصرين فأعتقد أن حمدي هلكون إضافة لنادي الزمالك يعني لو رجع الفوز على الأهل النهاردة هدية من جهاز فني زمالكاوي في أغلبه لنادي الزمالك لا الفوز ده هدية لنادي الزمالك والجهاز سعب جدا الفترة اللي يمنا مصلحة نادي الزمالكاوي في المقام الأول يعني إنه مجهاز بفعلها بسموحة تمام كابتن صالح بحيكم ببارك لكم بهنئكم كمان على مستويكم النهاردة وعلى طريقة إدارة المباراة مبروك مرة تانية الفوز على الأهلي الكابتن أحمد صالح نجم الزمالكاوي السابق والمدرب العام لفريق السموحة بكل تأكيد أني بعارفين برضو عايزين نعرف إيه